السلام عليكم ومرحبا بكم في صفا جديدة من قناة ماريا كويزين اليوم ان شاء الله راح نديرو تخطوخة بوسعادية وهات تخطوخة يعني ستقوني جي بزف بنينة وهي من الاطباق التقليدية ليتميزوا بها الناس بوسعادة نخليكم مع الصور نبدأ و بسم الله عندي 4 كيلات دقيق رطب يعني سميدة رطب انا لحنا كيلة بالبولت على الشربة هكذا كدرت كمية كبيرة وانتوما كيلو بوش تحبو انتوما نجيل لحنا نحكم هكذا جفنة ونحط هاداك دقيق اللحنا ملاحظة انا هاد الكمية ما راحش نديرها كامل تخطوخة راح ندير نصف تاحة ونصف الاخر نخبيه في الكنجيلاتور يعني انهان نحب نديرها نلقاها لمسمنتاعي واجد دونك لطيب غير لاساس بهات الطريقة نضيف اللحنا الملح انا الملح مداري ندير رعيني ميزاني مينتوما راح نكيل لكم راح ندير زوج مغارف ونصف تاع الملح اللحنا المغارف صغيرة تاع القهوة بهات الطريقة كما راكو تشوفو زوج مغارف مع عمرين ملاي حرص والملح يقعد على حساب الدوق كما تحبون تومه وبالنسبة لما انا اللحنا كيس بالبال اللي كيس به دقيق لما يكون دافي هكا بهات الطريقة ونبدأ اللم في دقيق بتاعي هكا راح نزيد نعمر الكيلة الدوزيان بهات الطريقة ونقعد نطنفه هكا شوفوا اللحنا هدرت زوج كيلات وما زال نطم ليش راح نزيد نعمر الكيلة التالتة كما راكو تشوفو ساعت اللحنا راح نحب السلمة هكا ونقعد نطنفعه اللهنة سايرة اني طميتها وش رح ندير لها انا اللهنة رح ندلكها غير شوية ونديرها داخل ساشي ونخليها تريح حوالي 20 دقيقة لازم هاته رح نديرها داخل ساشي ونخليها مدة 20 دقيقة هكاك غير قسمة ريح وهذا كما نقوله سميت تعنا ينطلق وتجينها سهلة كن بدون ندلكو فيها هذا مكان بعد ما جلست لي 20 دقيقة نجيلها هنا نحيا هكذا ساشي شوفوا اللهنة كيف شولت اللهنة شوفوا العجينة تاعي كيف شولت هكذا كما زالها مخصوصة رح نزيد نجلكها هكا بيدي بها الطريقة كما راكوا تشوفوا هكذا رح ندلكها بيدي هكا كما راكوا تشوفوا هكا رح نحكم هاداك الماء ندير هكذا يدي في الماء هكا بهالطريقة غير شوية يعني نبقى نزيد لها في الماء غير بشوية حتى للحق القاوم لاني حيباته بهالطريقة اشتركوا في القناة 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 بعد ما كملتها مدة عشرة دقائق ندرها داخل ساشي ونخليها تريه غير شوية لحنا شوفوا الماش حال قعد لي قعد لي هاد الكمية ولحنا بعد ما جلس لي خمس دقائق رح نحلى على العجينة تاعي ونبدأ نشكل في المسمن ولا كي يقولوا الشواط وكي يقولوا الفتاة كل واحد واشي يقولوا هاكا كما راكوا شوفوا شوفوا الهنا العجينة تاعي كيفش ولت ولت هيلة ولت ليس ونضي الكترا هي بينما يمدلوكا مليح هاكا راح نجيل الهنا نقربها لكم باش شوفوا ها كيفش جات شوفوا الهنا كيفش تولي لازم كيفش تلحقوا لهذا القوام ونجيل الهنا نحكم هكا زيت عادي زيت المائدة ونبدأ نشكل في المسمن تاعي بهذا الطريقة ندري يضي هكا في الزيت هكا ونبدأ نشكل في المسمن ديالي ولهنا ملاحظة لازم الحبه هكا تعلم سمن تكون صغيرة كما راكوا تشوفوا انا اللهنا هادي كدرتها شوية كبيرة دوك نقص لها ميديروهم صغار اعلاش باش باش نديرو حبه فوق حبه لازم يجو صغار باش يجوكم ملاح و باش يطيبونكم من داخل وميجوش معجنين بها الطريقة راح نكمل كامل العجينة ديالي ولا هنا عني شكلتهم هادي نصف العجينة ما زالي نصف الاخر هكا وراح نجي نغطيها بساشي ونخليها تريح لتوني نخدم بها الطريقة وشوفوا اللهنة شحال قعدتلي ملعجينة راح نزيد نكملها بنفس الكيفية نمرو اللهنة اللصوص وشح نسحقو فيها عندي ثلاث حبات بصل اللهنة البصل لازم يكون كبير هكا شوفوا اللهنة الحبه قد منها لازم تكون كبيرة اللهنة بالنسبة للحار اللي تحبها حارة بزاف واحد كومبلي انا دا تغنص بسكو اللهنة فدر ميحبوهاش حدا بزاف عندي ربعة فصوص تاعد توم وزوج حبات تاعد توماتيش وبالنسبة للجاج اللهنة عندي هاد الكميه اللهنة ملاحظة من الاحسن تديرو هاد الجنحتين بسكو حيت تلقى واحد البنة هايلا وعندي اللهنة تاني بالنسبة للتوابل عندي اللهنة مغرف كبيرة فلفل عكري عندي اللهنة مغرف كبيرة قصبر وبسباس مرحيين نص مغرف صغيرة فلفل كحن ونص مغرف كبيرة ملح هادو هما توابل تحت خلطوها وعندي اللهنة الحار هادو الحمر وليتحبها حارة بزاف تزيد ضيف كمية الحار عندي اللهنة ثلاث مغرف كبار طماطم مصبارة واللهنة مغرف صغيرة تاع السقر لازم نحكم هاداك توم مع هاداك الحار اللهنة لتقدر تزيدوا في كمية الحار كم تحبون تومة نطحنهم في المهراز نغير شوية تاع الملح باش نقدر نطحنهم بهاد الشكل نجي اللهنة ونحط حوالي 6 مغرف كبار ونضيف هاداك كمية الجج اللي عندنا ونخليه يتقلى شوية بهاد طريقة نضيف هم توابل كيما قلت لكم اللهنة انا كان عندي قصبر وبسباس مرحيين خلطهم ودرت مغرف كبير نضيف هاداك الجج مليح نحكم هادوك تلت حبات على البصل نضيف هم في سكرفاج ومسكرفاج هم مليح بهاد طريقة كيما راكو تشوفوا ونخلو هاداك البصل مع هاداك الجج يتقلى لي مليح لازم نقلي المكونات التاعي مليح نضيف عليهم هاداك التوم والحى اللي كنا نطحنه في المهرز بهاد طريقة هاكا ونخليهم يتقلىوا حتى يدب لي هاداك البصل والتوم كامل ونضيف هاداك توماتيش بحجم كبير كيف كيف اللي اذا شفتوا فيها الماء بزاف عصروها من الماء ودروها في سكرفاج بهاد طريقة ونخليهم يتقلىوا كامل كيف كيف ثم نضيف ثلاث مغارف كبار تاعة طاماتي مصبرة مع مغرف صغيرة تاعة السكر اللي هنالش دفت السكر بسكو عدنا نسبة كبيرة ولا كمية كبيرة من الطاماتيش يعني درنا طاماتيش كونسو نخيوزنا مع الطاماتيش تاع الحب راح تجي لاصوس شوية قارصة دونك نضيف مغرف صغيرة تاعة السكر هاكدا باش تعدلنا الدوق وشوفوا اللي انا لاصوس تاعي كيف شولت في هاد المرحلة راح نمرق كيلت الماء بالبول اللي يدرت بها تقيق اللي كيلت بها تقيق وليهنا لازم الماء يكون سخون متمرقوش بالبارد بعد الول راح نزيد ندير البول تاني والليهنا كيتمرقوه متمرقوش على الجاج انا كنت نصور باكع سيفوخ سامررقت هاكدا وراح نزيد نضيف نص بول وراح نزيد نضيف نص بول نرمي هادك النص تعال الحار ونغلق عليها ونخليها الطيب نمرو الليهنا للمسمن ولا الشوات تاعي شوفوش راح ندير راح ندير كمية من الزيت نضيف عليها كمية من الماء نرق بهم لمسمن التاعي دوكم تشوفوا الطريقة هاكا نجيب الليهنا ثلاثة حبات بهالطريقة كما راح تشوفو ورح نبدأ نحكم من هادك الزيت والماء هاكدا نرش ونخدم الليهنا علش مدرنش غير الزيت قنديرو غير الزيت راح جيكم تقينا وتقدروا الليهنا ما تديروش كامل الزيت تديرو غير الماء بس كل الوصفة الاصلية كان يخدوها غير بالماء ما احنا يا خلطنا شوية زيت وشوية تاع الماء بهالطريقة هاكدا نفتح حوم في ثلاثة كما راح تشوفو نديرو يدي هاكدا في هادك الماء والزيت ونورق به الحبات ديولي واللهنا ملاحظة كاي اللي يديرو غير زوج حبات هاكدا حبة لحبة يكسلوهم ويطيبوهم وكاي اللي يديرو ثلاثة وكاي اللي يلحقو حتى ربعة كل واحد كيفاش يعني هي وصفة تقليدية يمتازو بيها ناس بو سعادة ناس مثيلة كل واحد كيفاش يحضرها وكاي اللي يطيبوها على طاجين تعالطين وكاي اللي يطيبوها على طاجين تعالحديد انا لهنا ادرت ثلاثة حبات بهالطريقة ونكسلها ما نديرها رقيقة بزاف ما نديرها خشينو تكون عادي ملاحة كما راح تشوفو هكا وغير تشوفوها نشفت اقلبوها مدخلوها حتى طيب من التحت هكذا باش تجيم ورقة ورقة نقعد نقلب فيها حتى طيب مليكوتي في زوج بهالطريقة شوفو الهنا راح يطابت راح نحيها الهنا نخبطها هكذا شوية باش تتورق لي هكا بهالطريقة الهنا سعي راح نحيها راح نزيد نخدم معاكم حبة وحد اخرى هكذا باش تفهموا الطريقة كيما قلت لكم هكذا نجيب ثلاث حبات بهالطريقة ندير يدي في هذا الماء اللي مخلط مع الزيت هكذا نبدأ نكسل فيهم كما راكو تشوفو والهنا الهنا الدقيقة تاعكم كيكون مدلوك مليح وتانية كيتخلوها يريح راح يساعدكم بل بزاف ويجيكم هايل اكا ونجي الهنا نطيبها اللي هنا حطوها غير بالعقل ما حش تخسر لكم هايدا بهالطريقة هايدا قعدوا حركو فيه باش يطيب لكم الداخل وتانية يجي مورق هايل هايدا نقعد نقلب فيه حتي طيب منه اللي هنا سايرة هي طابت راح نحيها كما راكو تشوفو هايدا ونجي الهنا نفتت في المسمن ديالي اللي هنة راح يسخونة خبطوها هايدا غير شمية شوفوا اللي هنة راح يكل ورقة اوحدها هايدا شوفوش حلجة خفيف جاهايل انا اللي هنة كان شوية سخونة سيبوغسا مقدش نحلها كما راكو تشوفو شوفو اللي هنة شحاجة هاديك الورقة الوسطانية رقيقة يعني سبعت يا رامي بانو شوفوش حلجة رقيقة هايدا ورح نبدأ نفتت فيها بهالطريقة شوفو اللي هنة ما يكونوا كبار بززاف ما يكونوا صغار بهالطريقة كما راكو تشوفو انا اللي هنة راح نكمل كامل كمية ديالي ونعود نولي معاكم وهذا هو شكل تاعو بعد ما فتتو كامل سيبوغسا اللي هنة يقولوا الفتاة شوفو اللي هنة كيفاش يجي الله يبارك يجي مورق يجي هايل و اللي هنة ملاحظة لازم هو سخون تفتوه متخلوش يبرد باش هقده يتورق لكم بهالطريقة هذه هي الاصوس تاعي بعد ما طابت ان اللي هنة كنت نحيلها الجاد اللي هنة راح نبدأ نخدم ملاحظة هاد الاصوس لازم تكون سخونة لازم تكون تغلي باش نديروا هاد المسمن فيها و اللي هنة كاين اللي يديروه على النار كل واحد وطريقة تاعو نبدأ نضيف المسمن غير بشوية ونشوف كما راكو تشوفو و اللي هنة متحركوهاش بالزهف غير شوية بهالطريقة كما راكو تشوفو اللي هنة مازالها أخاسها نزيد نضيف نزيد نضيف شوية هاكو بهالطريقة هاكو هاكو قصلتها وقطعتها رقيقة راح نضيف هاكو شوية في الواسط هاكو كما راكو تشوفو عندي اللي هنة شوية تاع الحار كنت قطعته هاكو صغير راح نضيفه ثاني في الواسط هاكو ونجيب اللي هنة الجج تاعي هاكو ونستفوه كامل في التبسيط راح نكمن زين طابق تاعي ونعاود نولي معاكو وهذا هو شكل نهائي لطابق تاع اليوم اللي هي تشكتوخها بسعادية ونورمال مو نسم سيلة يطيبوها بنفس الطريقة نورمال مو انا اللحنة زينتها بشوية تاع البيض مغلي وحكمتها هاكو شوية تاع السوس زيتها كده سقيتها من الفق ومن هاد المنبر نبعد تحية الناس بسعادة يعني الله يبارك عليهم ناس بالطبع وشان ناس كورامة وناس تاني مضيافين يعني الحق تعربي تروحي ليهم يرفدوك في اسمه وهادو كل مناطق معروفين بالكرم تاحهم وفي الاخر اذا عجبتكم الوصفة معليكم غير ديروا ليجام كومنتار تبارتاجيوا الفيديو مع صحابكم وغبابكم وتشتركوا في القناة حتى يصلكم كل جديد سلام